شو دور الشخصية في الموضوع تركيبة الشخصية مرة مرة احنا يعني الطرفين بيكونوا جايين من من ثقافات او خلفيات مختلفة وانه الاشي اللي عم بتقوله او الاسلوب مش بالضرورة هي بتحس انه هي غلطانة وكما نفس الشي الرجل ايه مع تركيبة الشخصية في الموضوع ده والحقيقة فيه نموذج يمكن يعني كويس ورسمة اضحية لو قدرنا نعرضها فيها تسلسل يعني القاعدة فيها العلاقة الشخصية مع الله الاول خطوة عشان نوصل للتفاهم اللي هو الدور التاني اللي فيها طب ما هو يا دكتور انت عارف في ناس شاطرة وفي ناس يعني فعلا سلسة في الحديث ومحنكة وعندها مهارات التواصل ومع كل هذا مش منعرف مش منعرف نتفاهم عشان ما عندناش التسلسل ده احنا عاوزين نبتدي بالقاعدة علاقة حقيقية علاقة شخصية عشرة مع ربنا على فكرة يعني حطين نموذج البيت المسيحي فانت فيك تتكلم يعني الخطوة اللي بعد كده نفسيتي تبقى مشفية الخطوة اللي بعد كده نعرف نعمل تفاهم اللي هو الموضوع بتاع حلقة النهاردة والخطوة الاخيرة نعرف نربي الاولاد كويس ليه البيت يعني في ناس عندهم مهارات التفاهم بس مش عارفين يتفاهمه لاني ما فيش نفسية عشرة مع ربنا فيش مصدر قوة ما فيش مصدر رجاء والحطة دي مهمة قوي لكل حاجة بما فيها تربية الاولاد بما فيها التفاهم من هاخد قوة اخفر ازاي هاخد لازم ااخد دائما ربنا هم عندي اتضاع ان انا اعتذر عن الغلاط من لازم ااخد دائما ربنا بعد كده تيجي نفسيتي اللي اشارت اليها حضرت انا عاوز كمان اقول بنفس السؤال يعني في موضوع تربية الاولاد انه فحلة احنا في عصر مليان في المعرفة يعني انا لو عاوز اي موضوع انا ممكن ادوس على زرار يطلع واخد كل المعلومات وارين كل الكتب وسامعين يمكن كل المحاضرات ومنعرف نحكي للناس كيف تربي اولادك بس لما بتطلع على نفسي انا مش عارفة ربي اولادي طب ازاي يعني كيف لان الدور التالت اللي هو تربية الاولاد مبني على التفاهم ومبني على نفسيتي تشفى الراجل والست ونبني على العلاقة مالله امكان